كتبنا الحقيقة انه كتبنا بوست بيقول هتهول يا علم انت مجبتهوش كتبنا مبروك للشعب الجزائري وان شاء الله يتم جهدهم على خير لكن يا ترى احنا في مصر هنعمل ايه لمواجهة دستور التخليدي السيسي نقدر نعمل ايه بشكل عملي وارونا بقى هنعمل ايه كلا دلوقتي اول حد جالنا الحقيقة هو ميدو بيقول الحل هو التجهيز للعصيان مدني واضراب عام ما نركبش مواصلات حكومي ما ندفعش فواتير كهرباء ومية غاز الموظفين ما يروحوش الوظائف عشان نوصل المرحلة دي لازم نوعي الناس على قد ما نقدر حتى الموضوع لو تأخر قليلا افضل من ان لا يأتي تحياتي والله فكرة يميد جدا خلينا نكمل مع محمد الودادي بيقول لا سبيل غير العصيان المدني ومقاطعة الاستفتاء جملة وتفصيلا بعدم الزهاب والبقاء في المنازل طب اسمعني بقى الدفاتر دفاتنا نحن نعيش في تركيا اللهم ارزقنا ديكتور مصد اردوغان طب استنى محمد الودادي بيقول لا سبيل غير العصيان المدني ومقاطعة الاستفتاء جملة وتفصيلا بعدم الزهاب والبقاء في المنازل تعال بقى اشوف الحقيقة عندنا انفو جراف يا محمد وهنرجع تاني لسوشال ميديا بيتكلم على حجد الاستفتاء السيسي تلت يام عملوا الاستفتاء قرروا يعملوا تلت يام تحسبا للمفاجآت يعني ايه تحسب لان اول معاني كانوا كاما على الشي يا علي اللي انتخبوا في تركيا هنا اللي لهم حق الانتخاب كان حاجة و خمسين مليون اللجوم فعلا حوالي تلاتة و اربعة لا اللجوم 48 لا اسوات الصحيحة تلاتة و اربعين يعني انا فاكر الارقام ما لهم حق الاختراع في التصويت في تركيا حاجة و خمسين خلاص واللي حضروا يعني تلاتة و ماشي تلاتة و اربعين مليون تلاتة واربعين مليون في يوم واحد تلاتة واربعين مليون شخص توجهوا للجان في يوم واحد وخلصت الساعة ستة ما تمدتش التسعة وخدوا أجازة من الشغل وأعلنت النتائج في نفس اليوم ومش بس كده ومن ساعة ما تم إغلاق اللجان بدأت النتائج تظهر على الخرايط وعلى المواقع